تلجأ الشرطة في المكسيك لخدمة أبطال في المصارعات الحرة اللعبذات الشعبية الكبيرة في هذا البلد لتدريب عناصرها على مهارات تفيدهم في الإمساك بالمطلوبين من دون استخدام السلاح يقف المصارع دراجون روخو أمام 190 شرطيا في مركز للشرطة في حي إستابالاجا أحد أخطر أحياء العاصمة مكسيكو ويبدأ حصة التدريب برفع معنويات متدربيه مقدرات الشرطة محدودة ولم يعد ممكن للشرطي اليوم أن يستخدم الهراوة ولا الغاز سلاحه الوحيد اليوم هو جسمه إذا عليه أن يكتسب المهارات القتالية اللازمة كالتي نستعملها هنا بعد ذلك تبدأ التدريبات الرياضية على وقع صوت الصافرة المنتظم ويحاول المتدربون رجالا ونساء أن يجاروا مدربهم وهم يتسببون عرقا لكن البعض منهم لا يجدون بدا من التوقف والتقاط الأنفاس من الرائع أن يخصص المصارعون بعض الوقت لتدريبنا لأن التدريب أساسي في عملنا وفيما يتدرب الشرطيون في البرازيل على الكابويرا ونذراؤهم في الصين على القونغفو وفي اليابان على الكاراتي كان من الطبيعي أن يتدرب المكسيكيون على المصارعة اللعبة ذات الشعبية الواسعة في هذا البلد والهدف من هذه التدريبات تمكين عناصر الشرطة من السيطرة على المشتبه فيهم من دون استخدام السلاح وقد انحصر بالفعل استخدام القوة في الآوينة الأخيرة اشتركوا في القناة